كإلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون شاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وطيبتم وطبا مساءكم بالخير أحييكم وأرحب بكم أجمل ترحيف في مستهل حلقة جديدة من برنامجكم الجواب الكافي وأسعد وإياكم في هذه الحلقة بصحبتي صاحب الفضيلة الشيخ سليمان بن عبدالله الماجد قاضي وعضو مجلس الشورى سابقا الذي يصحبنا في هذه الحلقة مجيبا عن أسئلتكم واستفتاءاتكم أسأل الله عز وجل لضيفنا التوفيق والعانة وباسمكم جميعا نرحب بضيفنا الكريم حياكم الله شيخ سليمان الله حيك أبا محمد حييتم وأحيي الله المشاهدين باركت الله فيكم نحيي كل الإخوة والأخوات الذين يتبعون هذه الحلقة ومن أراد أن يتوصل معنا فيمكنه ذلك من خلال الأرقام الهتفية التي تضغمكم على الشاشة من داخل المملكة وكذلك من خارجها وعبر وسيلة التواصل الاجتماعي تويتر وعلى بركة الله تعالى أبدأ هذه الحلقة بأول متصل معنا علي تفضل تفضل علي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضل يا سيد علي شكرا الله وخير مشاهد حياك الله أنا أصدر الشيخ الله يرجعك خير معرفت دور المسجد نعم اتقدنا دور المسجد الآن في أيام هذه في هذا وقت هذا الإمام كمار يتغير المؤذب ما تجي منه ما فيه ضوابط المساجد اللي في الرياض أبدا ما فيه حي أنت وأنت الآن عندك تحييك مسجد والشيخ الشيخ عندك تحيي مسجد دور المسجد انتهى نجيت عندك مشكلة معينة تتكلم الإمام ما يدري إمام عن الناس بالنسبة على الإنارة حتى المساجد تولع دائما ما تطفى المكيفات تولع ما تطفى العمال المساجد صاروا يشتغلون بتغزير السيارات وتخزير المواد في غرفهم بدون رقيب بدون حسيد وش دورنا حنا كجيران مع مسجد هذا من ناحية السؤال الثانية يا جزاك خير بالنسبة للصلاة نعم تسوية الصفوف مسؤولية من مسؤولية الإمام تستمر إلى نهاية الصلاة ولل مسؤولية المؤمومين يجي واحد مثلا بالركعة الثانية يحاول يقرب المصليين لقى فتحات ولا ما يقربه هل هو مثلا واجب على المسجد إذا جاء بالركعة الثانية والثاثة لقى فتحات بين الصفوف إنه يغصى المصلين لو فاتتم الصلاة السؤال الأخير اللي يسلمك بالنسبة لسنة الفجر معروف أن سنة الفجر سنة أكيدة إذا أنا دخلت المسجد وأقام وأعرف أن الإمام يطوب الكراع ينبينا تسنن قبل الركعة ينبينا تسنن بالراحة قبل الركعة هل أنا أعصف مع الإمام أم لا أني تسنن عبو الصلاة الله يجزاكم خيرا شكرا جزيلا أخي علي بارك الله فيك شكرا الله يجزاكم فهيمة من فرنسا فهيمة من فرنسا تفضلي ألو السلام عليكم عليكم السلام رحمة الله لدي سؤالين تفضلي أو إليه قليلا هو يوجد رجل يريد أن يسأل خطيبته خانته مع زوج ابن أمتها خالتها وبعدها اعترفت اعترفت له بأنه اعترفت له بخيانتها وبعدها جرى مشاكل بين 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 ابنة خالتها وزوجها وزوج ابنة خالتها فهم الآن يريدون الطلق وبعدها وبعدها ما جرى المرأة المرأة التي الآن في في حال الطلاق التي زوجها خانها يريدون أن أن يتهمونها بأنها سرقت لذا يريدون يريد أن يطلقها والمشكلة أنه المرأة هذه المظلومة التي ظلموها قالت للرجل أفهمتني قليلا؟ فهمت يعني فهمت الخطوط العريضة في القضية يعني يريد تختصرين السؤال يعني السؤال يقول السؤال يقول أنها هذه المرأة لما 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 اتصلت بالرجل التي كان التي خطيبته وغانته قالت له الله وكيلك ما بدك تقول الحقيقة الله وكيلك لأنك ما بدك تقول الحقيقة علشان هيك بدهم يطلقوني وهيك شيء هل هو هل هو يصبح هذه التي كانت خطيبته هل يصبح ويتكلم عن الحقيقة أو يسكت ماذا يفعل لا يعرف ماذا يفعل في هذه الحالة يقول هل أترك هذه المرأة يظلمونها أسكت أو أتكلم فإذا تكلم نحن نعلم بأنه سيكون مشكلة كبيرة أختي فهيمة عندكم مركز السلامي قريب في البلد لا 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 ما عندنا هنا بفرق ما عندنا لذا أنا أتصل بكم وأسألكم طيب طيب والسؤال الثاني هو أنه يوجد طفلة ليس لديها أبوها ولديها أمها لديها أمها وصديقتها عائلة صديقتها فليس لديها أي شخص يستطيع أن يتكلف بعرفها وعرفها وعرفها ستضع فيها المعاذف فهل يجوز لي أن أذهب إلى هذه الصديقة وأساعدها في زواجها مع أنها ستضع المعاذف هل يجوز لي أن أذهب مع أنها لا يوجد لها عائلة تريدين أن تشارك هذه المرأة زواجها وحفل زفافها لعدم وجود عائلة لها نعم هل يجوز أن أذهب مع أنها ستضع المعاذف في عائلها شكرا جزيلا أنا وزوجي أن أذهب هل الموضوع الأول مفهوم مفهوم فاهمت إن شاء الله تسمعي الإجاب إن شاء الله شكرا أختي الكريمة بارك الله فيك أبي ياسر معي تفضل ألو تفضل يا أبي ياسر السلام عليك عليكم السلام أختي الله حياك الله كيف حالك يا شيخ أهلا وسهلا الشيخ أسمعك وحييك إياك الله بارك فيك الله يحبظك أنا إذا سافرت ووصلت لحد المحطات وخلعت الجوارب وغسلت رجولي طولهم لبست الجوارب صلاة المغرب وصليت المغرب والعشاء وإذا وصلت الرياض هل يسوق لي من الغادة؟ أنا أمسح على العشاء لأنني مسحة المغرب أنت في سفر ومسحة المغرب المغرب والعشاء العشاء والمغرب جمعا وقطرا لكنك على طهارة يعني ما مسحت على الجوارب لا لا أقلضيت وضيت المحطة ولبست مسحت عليهم الفجر مسحت عليهم الفجر وهل يسوق لي أنا أمسح عليهم العشاء لأنه المغرب أنا لبست إيه لكن أنت مسحت الفجر معناة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء تسأل عن العشاء إذا وصلت الرياض لأنه جماعتنا جمع نعم شوف الصلاة الأولى ما تحسبها يا أستاذ المغرب والعشاء ما تحسبها اللي في المحطة هذه لماذا براي أنا مساحة طيب بس أنا بس أفهم منك أنت توضأت ثم لبست الشراب وصليت لا توضيت بالطريق ومن مساحة على غسارة العشاء غسارة المغرب وصليت المغرب والعشاء جمعا وقصرا نعم 24 ساعة ولا يحق لي أن أمسح العشاء من غدا لكن قبل صلاة المغرب والعشاء أنت يعني يوم توضأت وين في المحطة نفسها في المحطة ولبست الشراب بعدها ولبست الشراب وصليت المغرب والعشاء جمعا وقصرا ثم ذهبت إلى الرياض ونمت وقمت صليت الفجر صليت الفجر هل يجوز أن أمسح العشاء بالرياض طيب تسمع إجابة يا أبو ياسر سؤال الثاني تفضل إذا كان لبست جوربين في كل قدم وخلعت أحد الجوربين الأعلى وقد مسحت مرتين وإذا لبست مرتين هل يجوز أن أمسح أو خلاص ينتهي مدهة المسي طيب تسمع إجابة إن شاء الله شكرا جزيلا أحمد معي تفضل السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله تفضل يا أحمد لو سمحت عندي ثلاثة سئلة نعم السؤال الأول ما واجب ناتجاه ما يفعل من هيئة الترفيه في جدة طيب وغيرها سؤال الثاني أحمد قضية أنه يعفى عن يسير النجاسات أبغى من الشيخ تفصيل ما الصحيح في أنه يعفى؟ عن يسير النجاسة يسير النجاسة عزكم الله نعم طيب سؤال الثالث سؤال الثالث أنا لو صليت المغرب وأنا مسافر مع إمام يصلي العشام وقيم فهل أصلي معه ثلاث ثم أسلم ثم أدخل في الرابعة وأسلم من ركعتين أو أسلم من أربع ركعات طيب تسمع إجابة شكرا جزيلا أحمد معي متصل أمامة معي تفضلي أختي أمامة أمامة تفضلي طيب شكرا لكل الأخوة أتعود لكم فضية شيخ الأخ علي يسأل عن دور المسجد يقول بأن دوره قد انحسر كثيرا في وجهة نظره فالإمام لا يتفقد جماعته وليس هناك والمؤذن أحيانا لا يقوم بدوره على أكمل وجه وكثير ما يتغير ويتغيب الإمام أو المؤذن ويبقى المسجد بدون متابعة فتبقى الإنارة مفتوحة طوال الوقت وكذلك يعني عامل المسجد غائب عن تنظيفه وبالمجمل يسأل عن هذا الدور الغائب كيف يعادل المسجد قيمته ودوره في المجتمع بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أله وأصحابه نعم المسجد له دور عظيم في حياة المسلمين فهو أولا مكان العبودية لله عز وجل بهذه العبادات وهي الصلاة وكفى به الحقيقة شرفا وفخرا لهذا الموضع وذلك المكان وهناك مهام وأعمال وأدوار تبعية لهذه الأشياء وهي الصلة والترائي وبين جماعة المسجد الواحد وحمل الهموم كل هذا له دوره كذلك أيضا هو منارة للتعليم يكون فيه حلق تحفيظ كتاب الله عز وجل ويكون فيه أيضا تعليم العلم الشرعي والمواعظ كل هذه المهام هي مما يتعلق بهذا المسجد إن كان هناك أيضا مهام أخرى أو أدوار فقدت فهذا إن كان من تنبيه فهو لجماعة المسجد أنفسهم والذي أراه أنه ليس هذا دور الجهات المقتصة فيما يتعلق بتفعيل دور المسجد من جهات التعارف والتعاون بين جماعة المسجد الواحد هذا لا شك أنه يتبع إمام الحي وكذلك كل واحد من الحي له دوره وأثره في ذلك الذي يعني الجهات المختصة هو قضية الصيانة والمتابعة فإن كان هناك نقص في المساجد في صيانتها ومتابعتها فهذا من الاحتساب أن تنقل هذه الصورة إلى الجهات المختصة أولا إلى الجهة المسؤولة وهي المؤسسة المكلفة ثم بعد ذلك إلى الوزارة التي كلفت هذه المؤسسة وهذا يحيي بإذن الله عز وجل الدور المطلوب وكذلك أيضا القيام بالواجبات المطلوبة تجاه المسجد بارك الله فيكم أحسن عليكم يسأل كذلك عن تسوية الصفوف هل هي مسؤولية الإمام فقط أو أن المأموم حين يأتي المسجد ويجد فرج بين المصلين يقوم برص بعضهم لبعض نعم هذه مسؤولية الجميع ومسؤولية الإمام ومسؤولية الجماعة ومسؤولية الأفراد وهو نوع من الاحتساب الجزئي في هذا الجانب ولو رأيته صف غير مستوي وعدلته فهذا أيضا من عملك ولكن لا ينبغي المبالغة في قضية تسوية الصفوف نعم الرص نعم هذا أمر جيد وظاهر لكن أحيانا بعضهم يتكلف ويتعمق في مسائل التسوية هذا كانت مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في بطحاء وكان في حصر غير منتظمة ولا يمكن ضبطها فيه الآن وجدت السجادات الحديثة وفيها خطوط الناس يقفون عليها أستطيع أن أقول السنة المطلوبة في تسوية الصفوف يعني موجودة بحمد الله عز وجل في الوضع الحالي لكن قد يغفل بعض الجماعة أحيانا أحد الجماعة فيكون داخل قليلا أو خارج بعض الشيء هذا ينبه من بجانبه وكذلك الإمام ينبه على الحرص على تسوية الصف أما الخلل وهو وجود ثغرات في فهو أيضا من الأخطاء التي تشيع أحيانا وينسى الشخص المحاذي لهذا الخلل فينبه حتى لو دخلت وأنت جاي للصلاة من خارج المسجد فلا بأس لو قدمته قليلا حتى يسد هذه الفرجة أو أن تقوم مقامه فيها الله أعلم بارك الله فيكم أحسن إليكم يسأل عن سنة الفجر إذا دخل المأموم والإمام قد شرع في الصلاة وهو يعلم أنه سيطيل القراءة ويمكن هذا المأموم أن يصلي سنة الفجر والإمام لم يركع بعد هل يفعل ذلك أو يدخل في الصلاة نعم هذا لا يجوز هذا وهناك قول انفرد به مذهب الإمام أبي حنيف رحمه الله بجواز ذلك حتى بعد حتى بعد التكبير أي أن يشرع في السنة بعد تكبير الإمام نعم بينما الجماهير والذي دل عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يفعل ذلك وإنما وقع النزاع بين الجمهور أنفسهم في من كبر للسنة الراتبة ثم أقام الإمام هل يقطعها أو لا يقطعها فبعضهم قال أن يدرك تكبيرة الإحرام هذا أقرب الأقوال حين يكون المؤذن يطيل وما بقى عليك إلا ركحة واحدة من السنة الراتبة تتمها خفيفة وفي أثناء الإقامة وتسويت الصفوف وإذا أنت قد أنهيت سنتك بحيث تستطيع أن تكبل الإحرام مع الإمام فالذي أراه أن إدراك تكبيرة الإحرام وهي ركل من أركان الصلاة إدراكها جماعة واجب ولا يترك لأجل سنة فإذا غلب على ظنك هذا ففعل أما أن تقول العبرة بالركوع هذا غير صحيح نعم الركعة تدرك بالركوع هذه من الأحكام الوضعية أنها صحيحة أو غير صحيحة لكن الأحكام التكليفية في الوجوب يجب عليك أن تشهد تكبيرة الإحرام والذي أراه أنك لو أن كنت في السنة الراتبة وخشيتها وغلب على ظنك أنك لا تدرك تكبيرة الإحرام أنك تقطعها ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوب والمكتوبة تبدأ بتكبيرة الإحرام فيجب عليه ذلك ولا يربط المسألة بإدراك الركوع كما يظن كثير من العامه الله أعلم نعم بارك الله فيكم فهيما من فرنسا في سؤالها الأول تقول بأن هناك علاقة بين الرجل ومرأة خطيبته وزوجته حصل منها بعض الخيانة ثم ساد مشكلة طالت آخرين وكذلك امرأة أخرى وهذه المرأة متزوجة تسأل عن فضح هذه المرأة والكلام عنها وبيان جرمها أما الستر عليها وما الموقف في مثل هذه الأشياء نعم أولا الستر هو المطلوب الحقيقة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ومن ستره مسلما ستره الله يوم القيامة وهذا ظاهر لكن تنصح نبدأ بنصيحتها وبالليل والحسنة فإن قبلت وإلا فبالتهديد أن يخبر زوجها عن هذا الأمر فإن لم ترعوي وظلت على علاقاتها المحرمة فلا بأس بإخبار الزوج لن يس هناك زوج يرضى لزوجتها أن تكون بمثل هذه الصورة وهذا من النصيحة لهذا الزوج مدام أنها لم ترعوي ولم تنتهي عما نهيت عنه الله أعلم بارك الله فيكم أحسن إليكم تقول بأنه يوجد امرأة يعني ليس لها أهل وتريد أن تتزوج وهي صديقة وتريد الفهيمة أن تشارك معها وأن تقومها معها في هذا الزفاف وتسأل عن حكم حضور فهيمة هذا الزفاف مع وجود المعازف نعم لا بأس لها أن تحضر هذا الزواج حتى وإن كان فيه معازف ولكن تحضر وتؤدي سنة حضور الحفل الزفاف فإن قدرت على الإنكار وإجارة هذا المنكر وإلا أنها انسحبت بلطف واستمرت في مناصحة الهلارة لأنها تبقى لمجرد أنها دعية تبقى تحت عزف هذه المعازف المحرمة لكنها بالإمكان أنها تحضر وتسلم وبالعادة دائما هذه الموسيقى تبدأ في وقت معين إذا بدأت ولم يأتمروا أو لم ينتصحوا بنصيحتها فإنها تخرج بلطف في هذا من هذا المجمع نعم وتكون قد أدت ما يتعلق بوجوب حضور الدعوة أو حتى سنيتها وأدت أيضا نصيحة ولم تبقى عند حاضرة لهذا المنكر والله أعلم بارك الله فيكم أحسن عليكم معي محمد فضل أخي محمد فضل السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله مرحبا يا محمد فضل أهلا وسهلا يا مرحبا عندي سؤالين الأول الأول قال عمرك إذا سافر المسافر مع باص أو مع أي شيء ثم سمع الباص صلى الصلاة الربعية مع الجماعة والجماعة في بلد يعني مقيمين ثم سمع الباص بربوري هل يجوز له أن يسلم عن ركعتين يجلس لأنه مسافر ويسلم عن ركعتين هذا السؤال الأول طي السؤال الثاني طال عمرك نبغى كلمة من الشيخ سليمان الله يجعل والديه في الجنة البعض المسؤولين يستغل سلطته على البعايف اللي تحت يده يستغل سلطته عليه طال عمرك ويبنش طال عمرك وقاد يكره في وظيفته أو قاد يرفع فيه ظلما وعدوان يرفع فيه طال عمرك للمسؤولين ويستغل سلطته عليه لا أبغى منه مسؤولية وكان قاضي وهو رجال المحترم الشيخ سليمان يحبونها الناس ويحبون فتواجع الربي وابقناه إياكم آمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شكرا جزيلا أخي محمد علي معي تفضل علي تفضل علي تفضل علي السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله مرحب الله أهلا وسهلا أهلا وسهلا أستاذ علي أهلا وسهلا لأطال عمرك يعني وشواجبنا كأفراد لأنكار المنكرات اللي عمت وطمت خاصة الحفلات الغنائية والمختلطة وكذلك في حفلها ستقام بعد انكشار غنائي في الرياضة دورك أفراد في انكار هذه المنكرات طيب ومن هذا المنبر نرفع دعوة لإمامنا وحبيبنا وولي أمرنا الملك سلمان الله طهول أمره طيب يعني يرى أمرك انكار هذه المنكرات بارك الله فيكم شكرا علي بارك الله فيك سعد ما يتفضل أخي سعد عليكم السلام عليكم عليكم السلام مرحبا سعد نعم تفضل أستاذ يا شيخ أنا عندي الشيخ شخصنا لا لا الله السؤال الأول عندي أربع سيلة الأول السؤال الأول دخلت مكة وعلي كانادر اللي هي الجوارب طبعا مغطية هالكعب ودخلت لهم ووصلت باب الملكة عبد العزيز ثم فصختهم حتى تفكيس فهل علي شيء أنت محرم أي شيء أنا محرم جايبت أدي العمرة طيب كنت ناسي ولا جاهل في اللذاء لا أنا جاهل ما أدري شيء طيب السؤال الثاني السؤال الثاني اللي هو الشينا حنا في راحة مسافرين طبعا نعم وجالسين في استراحة طبعا مرحلة سفر فجاء نص جماعة وصلنا القصر صلينا القصر في اللي هو الظهر الظهر والعصر قصرا ثم نص الجماعة الثانية خلوها وحدة وحدة ما الحكم في هذا يعني أنتم مسافرين وانقسمت على قسمين فيه قسم اسمعني يا محمد يا علي نعم قسم منكم صلوا جمعوا قصر وقسم منكم صلوا يعني أفرضوا الصلاة كل الصلاة في الحال كل الصلاة في الحال طيب أيوة تسمعي جاهل الشيخ الثاني يا شيخ نعم السؤال الثالث هل يجوز يعني فيه واحد كان فيه ديرة مبعيدة يعني مثلا في رمضان يوم أو يومين في الصيام فراحة ديرة ذيك وصام رمضان كله يوم رجع في السعودية لقى الناس يصومون طيب يعني فيه ساعة تظن أو فماذا يفعل طيب ذاك شكرا يا سعد بارك الله فيك موسى معي تفضل موسى تفضل السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله سؤالي هل يجوز زكاة الماء لشخص لم يتمكن من دفع فاتورة الكهرب ارفع صوتك يا أستاذ موسى إذا تكرمت هل يجوز ماذا دفع زكاة الماء لشخص لم يتمكن من دفع فاتورة الكهرب لصعوبة وضعه المادي طيب شكرا بارك الله فيك شكرا لكل الإخوة أخواتي أعود لكم فضيلة شيخ هنا سؤال من أبي ياسر يقول يقول أنا مسافر وفي الطريق دخلت مواضع الماء وتوضات ثم لبست الجوربين وصليت المغرب والعشاء جمعا وقصرا ثم وصلت إلى منزلي فمتى يبدأ هل يستمر معه المسح من هل يبدأ المسح من هذه الصلاة أم من صلاة الفجر وكم يستمر نعم يعني بعض الناس يقول أنها من اللبس بعض عامة الناس وهي ليست من اللبس فيعني الاحتمالات التي شائع عند الناس طبعا ليست بالظروف من كلام الفقه هي عند اللبس والثانية عند عند الحدث مباشرة والثالثة عند المسح بعد الحدث نعم والصحيح أنها تبدأ من المسح بعد الحدث يقول هو توضى المغرب نعم توضى المغرب ولبس الجوربين وصل المغرب والعشاء بقي على طهارة طهارة الوضو المغرب والعشاء نعم وتوضى ومسح الفجر الفجر نعم حينئذن يبدأ المسح من الفجر وليس من المغرب أو العشاء نعم فيستمر إلى فردن 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 التوضى مع ذان العشاء بالضبط أذن العشاء فقام فتوضى ومسح الآن بدأ المسح فهو يمسح إلى يوم الغد من الفجر فإذا جاء قبل الفجر فإنه يخلع و يغسر رجلي نعم فمدة المسح تبدأ من المسح بعد الحدث نعم هو الآخر الآن مسح الفجر لصلاة الفجر بعد الحدث بعد النوم مسح بعد الفجر لي صلاة الفجر مسح لصلاة الفجر نعم فيبدأ من الفجر فلها 24 ساعة من حين مسح نعم فأفرض أنه مسح مع الأذان مع أذان الفجر نعم يستمر مدة المسح إلى أذان الفجر إلى أذان الفجر من اليوم التالي لا يصلي الفجر ولا نقول هنا مع وقت الوضوء وهو المغرب نعم ولا نقول كما يقول العامة أنه خمس صلوات نعم بارك الله يقول إذا لبسته جورة بين ومسحت عليهما ثم خلعت أحدهما يعني خلع الجورة الأعلى هل ينتقدوا نعم الذي عليه جماهير العلماء أنه إذا مسح على الفوقان ثم خلعه انتقل يعني زال حكم المسح لكنه يبقى على طهارة المسح على الصحيح لكن حين خلعه مسح عليه وخلعه فإنه لاعتبار لاعتبار لمسحه هذا الله بارك الله فيكم أحسن أحسن عليكم أستاذين وفضل الشيخ في فاصل إعلان القصير نعودوا بعد المتابعة نسأل لبقائكم ومتابعتكم فابقوا معنا أسعار العطور نار بوابة العطور جبنا لك زيوت العطور العالمية حضرناها لك بأجود الخامات وأقل الأسعار تقدر تشتري منتجاتنا من أكثر من 11 فرع بالمملكة لا تنسى زر موقعنا الحين عشان تشوف أحدث العروف المزيد من الدراما والبرامج التفاعلية المتعة والتشويق في برامج الأطفال العالمية كل ذلك وأكثر في قالب من الترفيه الآمن على قنوات شبكة المجد ولضمان استمرار المتعة ومشاهدة برامجكم المميزة على شاشة أكثر وضوحاً ودون توقف أو انقطع نود أن نلفت عدايتكم إلى ضرورة التأكد من أن جهاز استقبال المجد في منزلكم يعمل ببطاقة دكية تبدأ بالأرقام أربعة إثنان والمعروف بنظام إيردتو أما إن كان الرقم المتسلسل خلف البطاقة الدكية يبدأ بالأرقام صفر ثلاثة فهذا يعني أن جهاز الاستقبال لديكم يعمل بنظام تشفير قد يتوقف عنه الدعم الفني في أي لحظة وحتى لا يفوتكم الكثير من برامجنا الشيقة ولتستمر بطاعة المشاهدة لجميع أفراد الأسرة توجه لأقرب نقطة بيع لشراء جهاز استقبال المجد ببطاقة تبدأ بالأرقام أربعة إثنان ولمزيد من المعلومات نصعد بخدمتكم على الرقم صفر واحد واحد اثنان اثنان خمسة سبعة 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 شبكة المجد القنوات الأمينة للأسرة جمهور خيال مثل الجبال زاد الطريق لو مهما طار جمهور المجد جمهور فعال هذا الجميل رده بجمال جمهورنا انت الأغلى في القمة دوم الأعلى انت المجد مننا وفينا مثل الغيط تهمي علينا دائم معنا في كل مكان يتحدى معنا في كل زمان بيننا وبينكم عشرة عمر لأنكم معنا على طول الطريق وتقديراً لوفائكم راح نقدم لكم شهر مجاناً عن كل سنة قضيتها معنا عن تجديد اشتراكك في باقة 24 شهر بتسعمية وتسعة وتسعين ريال شكراً جمهور المجد شبكة المجد القنوات الآمنة للأسرة مشاهدي الكرام مرحباً بكم وباسمكم جميع نرحب بضيفنا هنا سؤال من الأخ أحمد يسأل عن الصحيح في أنه يعفى عن يسير النجاسة ما القول الصحيح في ذلك؟ نعم مسألة العفو عن يسير النجاسة فيه مذاهب مختلفة عند الفقهة بعضهم نزع إلى الحزم والشدة في هذا الجانب فلا يرى العفو عن أي شيء يمكن أن يدركه الطرف أو البصر أو الرؤية فلا يعفى عندهم إلا مثل رأس الدبوس الذي يتطاير يعلم أنه اتجه إليه وقع على قدم لكن لا يعلم أين هو ولا يحدده ولم يرى هو يقع على الموقع وهناك من وسع في هذا ورأى العفو عن يسير النجاسة مطلقا وهذا هو الأقرب وهناك منح آخر عن بعض الفقهة من يفرق بين أنواع النجاسات فيسمي نجاسة الدم مثلا نجاسة غير مغلظة فيعفى عن يسيرها ويعفى أكثر من ذلك عن الصديد وهو المتولد عن الدم لأنه ليس على صفة الدم وهو نجس عندهم لكنه حتى لو زاد عن مقدار الدم فإنه يعفى عنه وهناك من يجعل النجاسات المغلظة مثل أجلك من الله البول والعذرة وغيرها فإنه لا يعفى فيها عن يسير لكن الأقرب الأدلة الشرعية والذي اختاره جمع من العلماء المحقين منهم ابن تيمير رحمة الله تعالى عليها أنه يعفى عن يسير النجاسة مطلقا سواء كانت ناتجة عن حرج أصلي مثل من به سلس بول أو به مرض أو به باسور أو ناسور أو استطلاق مثلا من الدبر أو القبل أو كان في الحالة الطبيعية وكلما صور الشيء كان يعني معفى عنه وإن قيل ما هو ضابط اليسير هو ما لا يتفاحش في النفس على وجه الاعتياد أو ما يعده الناس قليلا يسيرا لكن ما هو ضابط معرفة القواعد الضابطة لمعرفة القليل والكثير العلماء قسموه إلى ثلاث أقسام النجاسة التي تطرع على بدن الإنسان أو ثوبها أو بقعته فمنها ما يجزم أنه كثير فهذا يأخذ حكم الكثرة وهو نجس وتترتب عليه حكام النجاسة ومنهما نعلم أنه قليل مثل رأس الدبوس وعين النملك كما يقولون فهذا ظاهر أيضا أنه يبقى دائما الإشكال في المنطقة المتوسطة هل يعتبر من الكثير ولا من القليل هناك من قال أنه يلحق هل متوسط المشكل يلحق بالقليل لأن الشرع جاءت باليسر وهناك من قال بأنه يلحق بالكثير لأن الأصل بقى عين النجاسة وكونه نجس ونحن مخاطبون بالتكليف الشرعي فيما يتعلق بالنجاسات فلا نخرج منها إلا بغلب الظن وهذه محل شك وهذا أقرب الاستدلالات في هذا الموضع فإذا نقسم هذه ثلاثة أقسام قليل ظاهر من حيث العرف هذا ما أعفونا عنه إن شاء الله عز وجل مثل قطرة الدمعة ومثل الشي اليسير وكثير ظاهر فهذا تترتب عليه الأحكام ومتوسط بينهما مشكل فهذا يلحق بالكثير في أصح الأقوال وإن كان أبو حامد الغزالي رحمه الله قد مالي الاعتبار الحاقة بالقليل لاعتبار اليسر في الشريعة لكن الأصول تقتضي أنه باق على حكم النجاسة في كون التجتمع في أوصاف النجاسة المعلومة ولم يوجد شيء في غلب الظن يخرجنا من هذا الأصل فنبقى على حكم النجاسة في هذه الحالة بارك الله فيكم أحسن ليكم يسأل كذلك عن لو صلى المغرب وهو مسافر مع إمام أن يصلي العشاء مقيم هذا الإمام هل يجلس الثالثة ثم يسلم ويلحق به أم ماذا يعني؟ أولا لا أرى أن يدخل الإنسان مع إنسان فاتته المغرب ويصلي مع إمام يصلي العشاء لا أرى له ذلك لوجود الاختلاف بين صورة صلاة الإمام وصورة صلاة المأموم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما جعل الإمام ليؤتم به إلى أن قال فلا تختلف عليه وهذا من الاختلاف عليه سواء نقول نبي أن ننتظر حتى يسلم فنسلم معه أو ننصرف عنه كل هذه صورة من صورة الاختلاف الظاهر تجلس والإمام يصلي وإن قد دخلت معه في الصلاة وهذه مخالفة ظاهرة وإن أفتح فيها بعض العلماء وكذلك أيضا إذا افترقت عنه إذا انفصلت عنه أيضا هذه مخالفة ظاهرة بحيث أنك تسلم وحدك والإمام يؤدي بقية صلاة طيب ما هو المخرج؟ الصحيح أن الإنسان إذا أراد أن يصلي المغرب وهو مسافر مثلا أو غير مسافر ويدا يصلي العشاء فيبدأ على الصحيح بالعشاء ويترك المغرب الآن ويعبر عن هذا بعض العلماء كابن تيمير رحمه الله بقوله لحرمة الصلاة الحاضرة الصلاة الحاضرة فيها حرمة الجماعة فإذا يسقط هذا عنك مسألة وجوب وجوب الترتيب بين الصلاوات المقضية فتصلي معه العشاء بنية العشاء أربعا ثم تصلي بعد ذلك المغرب وهذا مذهب الشافعي فيما هو أوسع من ذلك لا يرى وجوب الترتيب بين المقضيات لكن إذا كان عندنا حاضرة وعندنا فائتة فهنا تقدم حقوق الحاضرة على حقوق الفائتة فيصلي معه العشاء بنية العشاء ثم يصلي بعد ذلك المغرب ولا حرج عليه بذلك الله أعلم بارك الله فيكم وحسن عليكم هنا سؤال من الأخ محمد يقول إذا سافر مسافر وصلى مع جماعة فهل دخل معهم بنية أن يتم لكنه مثلا صحبته سافرات أو طلبوه إلى الركوب هل يسلم عن ركعتين؟ له علاقة في السؤال الأول هذا يعني هو يصلي العشاء معهم مع جماعة مقيمة وهو مسافر فدعوه صحبته وخفوة الحافلة فهل يسلم ركعتين مثل العشاء والظهر؟ نعم هذا قول لبعض السلف وهو مذهب عطار رحمه الله وغيره ولكن الراجح هو ما عليه الجمهور من أنه يجب عليه أن يتم خلف الإمام ولكنه إن ظن أن هذه الرفقة تفوت أو أنه يشق عليهم مشقة عظيمة بسبب ارتباط معين أو شيء من هذا القبيل فله أن ينصرف لا بأس النبي صلى الله عليه وسلم أذن للرجل العسيف الأجير الذي أطال عليه معاذ رضي الله تعالى عنه كان عندنا واضح يعني يسني إبل يسني على هذه الإبل أي يستخرج الماء عن طريق الإبل وهذا السقية في الحقيقة هي مسؤوليته وسيغضب عليه سيدها ويغضب عليه المستأجر فهذا نوع من الحرج فلم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم أنه قطع صلاته فلو أنه قطع صلاته بنية القصر فلا بأس لكن رفقها تتمشى مثل ما يقولون في نزهة فقط عجل بس ما هي كل قضية الباقي دقيقة ونصف تقريبا صحيح فيصلي ولا يبالي بهذه الرفقة إلا أن خشي الفوت مثل الحافلات التي تذهب تتضرب منبه السيارة ثم تنطلق فهذا لن يبقى الحقيقة في صلاته سيتأثر ويتأثر خشوعه في هذا نعم فلا بأس حتى لو انصرف عن اثنتين وجعلها مقصورة لا بأس بذلك والعلماء نصوا على هذا وقالوا بأنه يجوز للإنسان إذا دخل بنية الإتمام أن يقصر وإذا دخل بنية القصر أن يتم يعني بمعنى إذا صل لا يظن الإمام مقيم وهو مسافر فتبين أن الإمام مسافر لا يضرك أنك دخلت بنية بنية الإتمام وكذلك العكس لا يضرك أنك دخلت بنية القصر إذا كنت ظنها مسافر فتبين مقيما فإذا وجدت الحاجة وانصرف من اثنتين بنية القصر مع الحاجة أو ما يشبه الضرورة فلا بأس أما مع عدم الحاجة فلا يجوز الله بارك الله فيكم أحسن لكم هنا عبدالله المانع يقول فضيئة شيخ والدتي في توفي والدي رحمه الله ووالدته في العدة تخرج يقول إلى ثناء المنزل هل في ذلك بأس أو تخرج خارج المنزل أحيانا وتعود إلى أما فناء المنزل فهو من جملة المنزل تخرج لحاجة ولغير حاجة وليس صحيح أن مرة لا تبدو للشمس ولا تبدو للقمر كل هذه من القرافات الجاهلية هذا أمر من الشجعة فقط هي أن تلزم بيتها وتخرج للحاجة وليس للضرورة الضرورة هذا لا إشكال عند العلماء فيها حتى لو تبيت وتفعل ما تشاء مدام ضرورة أو مستشفى ونحو ذلك أو اشتراء حاجيات مهمة للبيت كلام العلمة عند الحاجة والصحيح أنهم عند الحاجة بل يرى الحنابل رحمة الله تعالى عليهم أنها الحاجة التي في أدنى مراتبها قد تصل إلى التحسين نعم وهي المؤانسة ويروم في ذلك حديث هو في المراسيل لكن يرومه على سبيل الاحتجاج وهو اجتماع نساء زوجات شهداء أحد في منزل إحداهن في النهار ثم تنقلب كل أعتب منهن إلى بيتها إذا جنة الليل فهذا يستدلب الحنابل على جواز الخروج من البيت إلى بيت الجارة ونحو المؤانسة في أثناء النهار إذا كانت تجد وحشة فهي حاجة أن اللي أرى الوحشة هي حاجة نعم خلاف المؤانسة التي تدعو إليها التحسين فقط وليس منجرد الاستحاش ولا سيما في الأيام الأولى من الوفاة قد تحتاج إلى هذا بارك الله فيكم يريد من فضيلتكم لتوجيه بعض المسؤولين الذين يعني يكون تحتهم بعض الموظفين وبعض المرؤوسين وهناك من يسوم هؤلاء سؤال العذاب ويكرهم على بعض الأشياء ويظلمهم في بعض التقارير ويرفع بينهم المسؤولين دون وجه حق كما ذكر إذا كان دون وجه حق فهذا بلا رأيب أنه من الظلم ولكن أحيانا بعض الموظفين أيضا لا أولد أن أرجع الكلام إليهم بعض الموظفين ينظر إلى دوائر معين يتساهل فيها بعض المسؤولين فيها فيعطون التقارير دائما تقارير جيدة وعالية وهذا يأتي يحاسبهم على الدقيق والجليل وثم يغضب منهم الموظفون يروا أنه ظالم ومع الأسف من بعض الموظفين يظهر منهم وصار الظاهر عند بعض الموظفين والتسيب عدم محافظة على الدوام عدم الإنتاج وعدم الجودة في العمل فإذا وجد مسؤول يحاسبهم عن الدقيق والجليل يغضبوا عليه لكن الحقيقة المرجو من الأخن هو ليس من هذا النوع وأن هذا المدير قد ظلمهم فعلا قد ظلمهم ومسال القياس في الحقيقة لا يحسنها الكثير مع الأسف الشديد من المدراء ومدراء الجهات والمؤسسات وغيرها وأحيانا يحاسب الموظف على مقتضيات مثالية أحيانا والواجب في نظم القياس حتى قياس التعليم وقياس الأثر عند الموظفين إنما تنظر إلى هذا الموظف من خلال البيئة التي يعيش فيها في البيئة العامة أقصد وينظر إليه من خلال المعطيات التي منحت لهذا الموظف والقدرات التي أعطيت لهذا الموظف من خلال التدريب والتأهيل والكفالات والضمانات ونظم التأمين وغيرها من المزايا التي تعطى الموظف المجود ثم يأتي يحاسبه على أنه قد أخذ دورات متكاملة وجد دعم علمي وعملي ونفسي وترتيب وبيئة مهيئة في هذه المؤسسة أو تلك الشركة أو هذه الدائرة ثم يحاسبهم على مقاييس عالية جدا تكون مثلا في بعض البلدان المتقدمة في هذا هذا أيضا ظلم والمفترض أن تكون المقاييس على وفق المعايير التي في البلد وعلى المؤسسات والشركات والدول أيضا أن تترقى بنظم العمل ثم بعد ذلك تحاسب الموظف على تقصيره وعلى أخطائه وعلى عدم جودة عمله لكنها إذا لم تفعل فإنها تخفف مسائل المعايير والمقاييس في هذا الجانب ولهذا يقول خبراء التعليم مثلا وهذا مهم في قضية الظلم والعدل يعني فرقا تأتي لدولة متخلفة في بعض القارات مثلا ثم تجيب مقاييس في دولة متقدمة جدا وعالية بنفس المقاييس تطبقها على نعم الأب أمي والأم أمية والشارع لا يعين والمدرسة غير مهيئة ثم يأتي بنفس المقاييس التي في اليابان ويطبقها على بعض الدول الفقيرة الأفريقية وغيرها هذا ظلم وين زعم هذا نوع من الحزم والصرامة فلذلك ينتبه لا مسؤولي للتعليم ولا كذلك أيضا المسؤولين في التقويم والمتابعة في هذا أن ينظر إلى ما أعطي إليه الموظف ثم على أساسه يحاسبه ذلك الموظف الله أعلم نعم بارك الله فيكم معي رقية من ليبيا تفضلي أخطي رقية تفضلي رقية من ليبيا تفضلي عندي سؤالين تفضلي السؤال الأول هل يجوز المرأة قيادة السيارة السؤال الثاني هل يجوز للشيخ تدريس المرأة البالغة طيب شكرا أم عبد الله معي تفضلي يا ريم أختي ريم تفضلي ألو تفضلي يا ريم السلام عليكم عليكم السلام رحمة الله لو سمحت سؤالين يا سيخ أم عبد الله تفضلي أنت معبد الله نعم أم عبد الله تفضلي يا سيخ تجارتنا تأمسي زوجها وعندها أم مقعدة في البيت يعني حتى في غيبوبة وتتناوض هي وأخواتها بالجلوس مع أمهم ثلاثة أيام هل يجوز هذه المرأة تجلس عند أم ثلاثة أيام ما تبيت في بيتها عفوا يا أختي جارتكم عندها أم مريضة هي ومقعدة نعم وحتى في غيبوبة يعني ويقومون برعايتها وتتناوض هي وأخواتها ثلاثة أيام بعد الآن ما تزوجها هذه المرأة هل يجوز أن تبيت عند أم ثلاثة أيام هو سامح لها زوجه ولا ما سمح لها في حياته الزوج ميت مات الآن طيب لشهر طيب فهمت السؤال يعني هي في العدة الآن هي وهي في العدة الآن طيب طيب السؤال الثاني نعم تفضلي حكم لبس عباية الكتف الوافعة ما تصف يعني اسم المرأة مع طرحة غير مزينة ولا شي طيب سؤال آخر مع عبد الله لا رجزاك الله شكرا لك يريم معي تفضلي آلو تفضلي يريم إي الله السؤال بارك الله فيك آآ هل يجوز لبسة البنطال عند حوالها وعمالها يعني طيب أخذ شوي السؤال الثاني آآ 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 هلو نعم تفضلي السؤال الثاني نعم آآ نقعد آآ تيني المجفف مع الزبيب في إناء واحد ننقع ليلة كاملة واستخدمي ليلة ثاني هل في شي إذا نقعت نقعت في حديث ينهى نقع الغير متشابعين ها أدري مسألا صحته شبهن طيب بسماني جابة شكرا معي بو محمد السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله تفضل يا سيد متشاكل أبو الخير يا شيخ آله وسهلا يا مرحبا كيف حالكم عساكم طيبين آآ أهلا وسهلا بك تفضل أسأل أهلا الله يحفظك يا شيخ ما قد مؤخرا يا شيخ من تنظيمات جديدة نحو وزارة كان عن طريق إقراض للسكان قروض عن طريق الصندوق العقاري وستحولون على البنوك البنوك سوف تأخذ فوايك فما حكم ذلك يا شيخ نريد توجيهكم حفظكم الله طيب أبشر شكرا جزيرة محمد بارك الله فيك شكرا لكل الأخوة أخوات أعود لكم فضية الشيخ هنا سؤال من الآخر الكريم سعد يقول دخلت مكة وقبل ذلك علي يسأل فضية الشيخ عن إنكار المنكر ضوابط هذا الإنكار وما دور الإنسان حينما يشاهد منكرا أو كذلك في أمره بالمعروف حين يشاهد معروفا قد ترك نعم هو كما قال العلماء في كتب الحسب أن يكون أمرك بالمعروف بالمعروف وأن يكون نهيك عن المنكر من غير المنكر وأن يستخدم الطرق المعتبر للتحقق من صحة وجود هذا المنكر أو عدمه وإذا كان المنكر معلنا وكان فيه تأثير على الناس في الحقيقة هو يؤدي إلى الجهل وظن أن هذا من شريعة الله حز وجل فهذا مما يجب توضيح للناس حتى لا يقعوا في المحرمات أو في استسهالها والمنكرات الخاصة للأفراد والأشخاص ونحوهم وحتى للمؤسسات إذا كانت مستترة فليس من الحسن أن تعلن هذه المنكرات وإنما تبين للمسؤول وتبين للشخص أو الفرد الذي فعل هذا المنكر مستترا وغير ظاهر ولا معلن هذا أقل الحقوق الواجب للمسلم والواجب أيضا للموظف والحاكم المسلم أيضا الحكمة أن يرعى في ذلك الحكمة هو الموعظة الحسنة بارك الله فيكم علي أو سعد يسأل يقول دخلت مكة كان محرما ودخل ونسي الجوارب في جديه وخلعها عند دخول الحرم لا بس كل ما فعل الإنسان بسبب عارض الجهل أو عارض النسيان فإنه لا يجب عليه في هذه الحال يعني فدية فيما يتعلق بالمناسك فقط لا يجب عليه فدية ولا يجب عليه دم ولا غيرهم من الأحكام ولا حتى توبة لأنه غير مكلف الله بارك الله فيكم يقول كنا في سفر ونستريح في استراحة وحين حضرت الصلاة انقسم المسافرون إلى قسمين بعضهم جمع الصلاتين إلى بعض وقصر وبعضهم أدى كل صلاة في وقتها نعم إذا اختلف الجماعة فالأمر واسع ويسير لا سيما إذا كانت لست جماعة المسجد المعتبرة لو أن بعضهم صلى الصلاة في وقتها وبعضهم صلى مع الجماعة فلا فلا أرى بأسا بذلك مدام أنهم مجتهدين في مسألة اعتبار جواز الجمعة وعدم جوازه والله وعلم لكن إذا كان هذا جماعة لمسجد وهي جماعة تجمع المسلمين والتلاف وعدم الاختلاف فالذي أراها أنه يصلي مع الناس ثم يصلي الصلاة في وقتها كما أمر النبي أمراء السوء الذين يؤخرون صلاة عن وقتها أنه يصلي معهم حتى في غير وقتها ثم يصلي هو في وقتها بارك الله فيكم يقول من رجع إلى بلده ووجدهم يصومون بقي من رمضان بقية ماذا يفعل القاعدة في هذا أنك إذا قدمت من بلد مهما كان صيام ذلك البلد ومهما كان صيام البلد الذي قدمت إليه أنك تصوم مع البلد الذي أنت فيه وتفطر معهم هذه القاعدة ولكن إن كان فيه زيادة فيجب عليك أن تزيد رمضان معهم قد يكون في حقك حين 31 يوم فتصوم ويكون من رمضان في حقك وقد يكون حين 28 يوم الفارق فهنا أيضا تفطر معهم ثم تقضي بعد ذلك بارك الله فيكم يقول موسى هل يجوز دفع الزكاة لشخص لم يستطع سداد فاتورة الكهرباء نعم الكهرباء أصبح ليس من الحاجات فقط بل من الضروريات وهذا يبين أن حاجات الناس لا تتوقف عند عند شيء معين وإنما هي باعتبار الزمن يعني كان المصباح والسراج ربما لم يكن من الحاجات الآن صار الكهرباء هي من الحاجات المهمة الرئيسية فإذا لم يقدر عليها الفقير جاز أن يعطى من الزكاة ويسدد فاتورة الكهرباء بارك الله فيكم عبد الله تقول بأن امرأة مات زوجها وهو في العدة وتسهر وتبيت عند والدتها المريضة الغائبة عن الوعي نعم إذا كانت والدتها تحتاج إلى هذا فلا بأس أن تنتقل ويكون إحرام ويكون حدادها عند والدتها نعم مدام تحتاج إلى هذا وإذا كانت لا تحتاج فتبقى عندها مثلا النهار وأول الليل ثم لا تبيت إلا في بيت زوجها نعم بارك الله ريم تسأل عن تنقيع التين المجفف مع العنب في إنان واحد لا بأس بذلك فعني هم تقصد في حديث النهى عن الخليطين نعم والمقصود أنه نهي كراها لأنه قد يؤدي إلى التفاعل بشكل أكثر نعم لكن مدام أنه مضمون أنه لم يتخمر ولم يصل للإسكار فلا بأس به حتى لو كان زبيب وتين أو أي نوع من أنواع المجففات والله بارك الله فيكم باختصار بمحمد يسل عن تنظيم الصندوق العقاري وإحالتهم إلى البنوك فضي الشيخ الله لم يوضع الصورة بشكل جيد نكون بهذا قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أسأل الله سبحانه وتعالى يزيك عنه خير الجزاء فضي الشيخ سلمان بن عبد الله الماجد قاضي السئناف وعضو الشورى سابقا أسأل الله سبحانه وتعالى يزيك عنه خير الجزاء إياكم الله شكرا جزيلا لكم شكرا لكم متابعة هذه الحلقة حتى الملتقى استدعكم الله لكم تحية الزميل نبيل شعبان مخرج هذه الحلقة والأستاذ أحمد الهلي المترجم للغة الإشار تحية وتحية الزملاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون